نشرة الثالثة من النهار اليوم أهلا بكم طالب البرلمان الأوروبي بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وذلك بعد حملة الاعتقالات الصارمة التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب الأخيرة ووحدت أكبر الفصائل السياسية في البرلمان الأوروبي جهودها وراء مقترح لتجميد مفاوضات العضوية بشكل مؤقت وقطع المحادثات تلقائيا إذا أعادت تركيا تطبيق عقوبة الإعدام وهو أمر هدد أردوغان بفعله قبل أقل من شهر كان الرئيس التركي اعتبر في كلماته بالمؤتمر الاقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول أن تصويت البرلمان الأوروبي اليوم لا قيمة له بالنسبة لتركيا